الجلسة العامة يوم الاثنين مش تكون فيها سباق كبير على بئاس البرلمان خاصة وأنه تقريبا هناك تقارب في عدد على الأقل الثلاث كتل برلماني الأولى كتلة ما يسمى بالنداء تونس كتلة حركة الشعب وكتلة مبادرة لينتصر الشعب وحركة 25 جنيه اليوم الكتل هذه الأربعة على الأقل الأولى لم يحصل مبينها توافق حول شخصية لترشيح لرئاس البرلمان غياب هذا التوافق ربما سيصنع كثيرا من التنافس يوم الاثنين قاعدين يخذوا نوابها معلومة رسمية مش قالوا معلومة مؤكدة بتأكيداتهم هما ويقولون عندهم كتلة محبوش شاحر قروي حمد أياه ولكن كتلة ويقول لك نحن عنا منقول هو تقريبا الكتلة دعم القيس سعيد مستقلين تقريبا حسب حتى المعطيات ينتصر الشعب دي لا فهموا كتلة أخرى دعم الرئيس الجمهورية تقريبا هي اللي مش تتشكل خلال اليوم القادمة وربما مش كون عددها كبير أظن أنه التصويت على رئاس البرلمان يوم الاثنين هي التي ستحدد طبيعة التحالفات داخل البرلمان إذا صوتت للمرشح متاعي لرئاس البرلمان فإنك ستكون حليفي خلال الفترة القادمة تحت قبة السلطة التشريعية وما تنسيش التقسيم متاع النواب الزوز النواب الثاني أيضا فعلا لكن أظن ربما خلال الساعات الأخيرة ستحصل بعض التوافقات مبين ربما الأحزاب والاتلافات المتقاربة فكريا والمتقاربة في البرامج حتى تحسم هذا الجدل اليوم أظن أن حركة الشعب تراهن على اسم نائب سابق وهو بدرد الدين الجمودي كذلك هناك مراهنة على عميد المحامين السابق إبراهيم بدربالة ربما يكون أحدهما رئيس أول وآخر نائب له مؤكد جدا أن الاتصالات جارية اليوم بين هذه الأحزاب لكن أعتقد أنه مثل ما أشرت طريقة ونتائج تصويت هي التي ستحسم طبيعة التحالفات والكتلة اللي حكيتوا عليها في حقاق أونلاين ويني عندها رئيسة أولو ما عندهش رئيسة الكتلة أعتقد أنها ما تشكلتش تقريبا من اللي سمعت بالتآمر أجهذة تقريبا أجهذة ما صار تكوينها فما نائب من النواب الحالين من المفروض عنده أبعا محبش نتكلم هاي خلنبدل الموضوع خلت صويت الأبعاد نتراجع بلعت هالكلمة الحمد لله محبش نتكلم ما قلضي ما قلضي ما تشكلتش ما قلضي ما قلضي